ايه ده الله النهارة عندنا الكلاس بتاعنا عشان نستعد للحمل انا قجبتكم بقى نهارة عند صاحبتي هتعجبكم جدا انا هي صاحبة حضانة اسمها ميس انتشراح اه زيك يا حبيبتي عاملة اهلا 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 بكم في الحضانة انا جبتلك بقى صحابي كلهم الحوامل عشان نستعد للكورس ايه ده يا ناري ايه كل ستات الحامل دي اه انا سامع صوت في حاجاتك كديدة في الحضانة ترى بقى هيجيبولنا مين هيجيبولنا مين اما شوف تعال هتشولي نلحق ده في ناس كديدة جوم كتير اوي في الحضانة اه ايه ده ايه ده طب خلاص خلاص انا جاي اقوم طيب بصوا دلوقتي ممكن تخشوا في كلاس الجامعة وحضروا نفسك عمال مجالكم اهو هنا بقى ده المكان جاهز وممكن انتم تستخدموا الايه الماتس على الارت واو اوكي اقعدوا بقى كده هنا بريد شوية من الاولات وشمحات شابط في بطنقه او حاجة اوكي بصوا ما احنا عادنا بقى كلنا كده هنا واو ده احنا كتير جدا انا كده هنبسط ايه في الحضانة دي مجهزة بكل حاجة فيها تشام وفيها حاجات كتيرة جدا الله انا شايفة الموضوع عجبني جدا ان احنا جينا الحضان هنا عشان نتمرن كلنا مع بعض على تمرنات الولادة هنوعد بقى على الارض ونلعب نعمل وعجات كده علشان يكون جاهزين للولادة ايوة انا كمان انا الصراحة ده اول بابي ليا وخايفة جدا الصراحة قعدت تسعة شهور بس الحمد لله الحملة بتاعي كان سهلي جدا اه وانا كمان انا عندي برضو تلت اولادة الحملة بتاعي الرابع ايه ده يا نهاري وانا الحملة بتاعي الخامس ايه كل الستات الحوامل دي مش عارفة مرة واحدة لحضانهم فجر ستات حوامل شكلهم مضحك قوي يطرحنا لما نكبر هنكون شبههم كده مش عارفة بس الشكلنا هيكون ويدحك قوي كده هيبقى منظري ويدحك جدا طيب خلاصوك اه يلا دلوقتي عايزيك بقى تجهزش نبتدي بقى نعمل التمرينات اه الاسبوع الكاية هيبقى سابيع مختلفة جدا هتقدروا ان انتو تولدوا في اي وقت فلازم اول حاجة ان انتو تكونوا هادين وتتنفسوا جامل تاخدوا نفس عميك وايوة كده بالزبط تاخدوا نفس عميك مما لا خيركم وتنفخوا من ابقكم وتحبسوا كده جوا شوية ايوة برافو كده شطرين ناخد بقى نفس عميك ونطلعوا تاني من سدرنا انا حاسة ان انا بولد اصلا دلوقتي ده تاني طفل ليا بس الموضوع طلع بيدحك قوي وانا معاكم اه انا اول مرة ما عملتش تامريناتي بس صدقت تامريناتي فعلا فرقت معي ومستنية دلوقتي بنوطة صغيرة اه وانا مستنية ولا تغير وعاية سميه سميه ايه حمزة يا خلوسي لا شكلهم فعلا حلمين اوي اكيد لما نكبر هيكون شكلنا مسخرة اوي كده يلا برافو عليكم وعملت تمرينات حلوة اوي 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 اعيزاكم بقى انتم تاخدوا بالكم من نفسكم ابتدي بنعمل تمرينات المرة قاية المرة قاية لازم تجيبوا معاكم بتاعكم علشان هتعمل تمرينات كلنا مع بعض ايه ده طيب مش اوكي حاني من على الارض وعملنا تمرينات النهاردة كتير جدا اه او ده تمرينات للضهر واو اوكي ايه لا يا الله انا قاعد بلعب اهو بالكرة لا لا حاسب يا تشوليان في بولك ستات حوالي من الجوا ممكن تغبط الكرة في بطنها حد وتولد ليه انا كنت عايزة لعب بالكرة مش هارفة لعب بالكرة في الحضارة بتاعتي في ايه الرخامة دي لا احنا رازم نتدور على خطة ونمشيهم بها مش هافع انهم يفضلوا قاعدين هنا كده كتير طيب خلاص ماشي ما تسعلش نفسك ان شاء الله كده هنلاقي خطة اوه لاحسن كده مش هينفى انا قاعد هنا بقالي كده كده كتير اوكي انا هقول له ماما الكلام ده اقول لها مش هينفى دول واخدين المكان كله وكل واحدة فيهم نايمة بطنها هاتي كده حد نفسك يا جوليان الموضوع ما يستهلش ان انت تعصب قوي كده جوليان في ايه يا ميسا ما ينفعش يعني كل ستات دول يكونوا موجودين كوا مش هارفين نعمل حاجة ولا نلعب منهم في اللعب بتاعتنا عيب كده دول ديوف عندنا بعد كده هنمشوا هيمشوا دول عبر راحتك ممم طيب ماشي هم بعدين بيستعدوا للولادة مش هارفة بيخلفون ليه طالما بيعزبونا امم عمدا خلي بالكوا بقى من نفسك عشان كده مش هينفع اوكي طيب ماشي خلاص احنا لسا فعلا نشوف حل الموضوع ده انا مش هسكت على الحل ده ولا انا كمان هسكت على الحل ده يلا بقى خلاص شكرا جدا يا ستات نهارده بقى هشوفكم المرة جاية نتفق بقى على المعاد وتبقى تيجون وتقابل كلنا مع بعض انا مستي جدا بجده النهارده كان فعلا يجنن وكان مفيد قوي 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 اه انا كمان استفدت جدا 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 انا لازم فعلا نلاقي حل الموضوع ده اكيد مش هسكت الضرب والخيناء بزيدة انا عشوف حل للموضوع ده وهذا فحم التمن غالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة